فموضوع تجميل الأسنان ده موضوع حساس جدا ومتخصص لأعلى درجة لأن تجميل الأسنان ده هو مش برانش واحد ده تخصصات كتير قوي مع بعض إحنا يعني أنا شايف أن أهم جزء بيميزنا رخم واحد الفريق الطبي فريق الطبي بتاعنا اللي بيقوم بإجراءات تجميل الأسنان من أول استيب لغاية آخر استيب كلهم أخصائيين واستشاريين وعندهم خبرة كبيرة قوي أقل واحد عمله على الأقل ألف حالة علشان يبقى في الفريق بتاعنا علشان يبقى منضمن الفريق بتاعنا وبيشتغل خبرة عامل مهمة قوي ده المساعدين لحضرتك اللي هم على الأقل عملوا هم مش مساعدين لا ماشي أنا أسفة في التعبير شوية حضرتك أكيد بيبقى كلكم تيمورك بس أنا قصدي أن يعني اللي هو عمل ألف حالة ده برضو من الفريق بالضبط مع حضرتك الفكرة إيه الفكرة تبري تجميل الأسنان ده مثلا زي تصنيع عربية فاخرة فكل حد لي مكان معاقيا غير اللي بيعمل ديزاين ككل غير اللي دارس الميكانيكس غير اللي بيعمل كل حاجة صغيرة جدا جوالة عربية لها متخصص بتاعها المتخصص ده على أعلى درجة عشان يطلع أحسن حاجة في الجزء الصغير ده حلو قوي فاحنا بقى لنا أكتر تقريبا أكتر من 20 سنة عندنا خبرة من أول الناس اللي اشتغلت تجميل الأسنان أيام لما كنا كاتبين على ليفطة تجميل الأسنان ماش كنا عارف احنا إيه الناس مش عارف احنا تخصص يعني إيه تجميل الأسنان قبل ما يبقى عندنا ثقافة وعي لتجميل الأسنان فاحنا من أول الناس اللي اشتغلت على تجميل الأسنان تعامل معنا فريق من أكبر الفرق الطبية كلهم ومعظمهم مدرسين في أعرق الجامعات يعني هو مثلا اللي بيحضر الأسنان ده مدرس كبير في جامعة كبيرة بيعلم دكاترة إزاي يحضره فانت متخيلة اللي بيحضر هو إيه السيكونس هنتكلم وإحنا شغالين وإحنا بنتكلم هنفهم أصلا تجميل الأسنان ده بيبدأ إزاي وخطواته إيه عشان نفهم يعني إيه فريق طبي بيشتغلوا فده أكتر حاجة بيتميز